موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا كيف نقترب إلى الله كل الديانات تدور وتتمحور حول شرائع وعقائد وتقوس وفرائد وتحاول أن تقود الإنسان إلى الله أما المسيحية فتختلف عن سائر الأديان فالمسيحية هي ديانة طبعا ومش بس ديانة هي حياة من خلال حياة المسيح فالمسيحية تتمحور حول شخص حي الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات القادر على كل شيء يقدر أن يغير وأن يحرر الإنسان يقدر أن يكتب الأسماء في سفر الحياة وأيضا المسيحية أحبائي هي يعني تعلم أن الخلاص هي مبادرة إلهية مش الإنسان بيسعى نحو الخلاص ولكن الله هو الذي أخذ زمام المبادرة فالمسيحية تنادي بكل بساطة أن إله الكتاب المقدس هو الإله الحقيقي الوحيد لا شريك له ولا توجد أي آلهة أخرى أمامه والمسيحية تنادي أن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الموحى بها ولا يوجد أي دستور آخر أو أي مرجع آخر إلا الكتاب المقدس ثم المسيحية تنادي أن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص هو الطريق الوحيد إلى السماء وهو الطريق الوحيد إلى الحياة الأبدية وهذا ما يميز المسيحية عن سائر الأديان فكل الأديان من كلمة دين ريليجيو من اللغة اللاتينية الأصلية هو ما يربط الشخص في قوة عليا فدائما كل الأديان تحاول أن تربط الإنسان في قوة عليا الله إما عن طريق الجهاد والعمل والمكافحة عن طريق الصوم والصلاة وعن طريق الأعمال ولكن الله قدوس كيف نصل إليه وكيف نستطيع أن نرضيه وكيف للإنسان المحدود أن يرضي الله الغير محدود بأعمال صالحة لذلك أحبائي فالمسيحية تنادي أن الخلاص هو مبادرة إلهية ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدين السؤال كيف نقترب إلى الله وبعد قليل سأقرأ بعض الآيات من كلمة الكتاب المقدس أو خليني أبتد في الأول بالقراءة من كلمة الله من الكتاب المقدس مكتوب في آية 6 يعقوب 4 آية 6 ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطى وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم فالسؤال كيف نقترب إلى الله حبائي لقد خلق الله الإنسان على صورته ليكون في علاقة معنا لنكون تاج خليقة ونكون لذة خلقنا لمجده ولنسبح اسمه العظيم ولكن المأساة الكبرى أن الخطية دخلت إلى العالم من خلال آدم وأخطأت البشرية في آدم فالخطية دخلت شوهت كل شيء لوثت كل الإنسان نفسا وجسدا بل تفشت الخطية واستشرت في كل نواحي الحياة حتى أصبح كل تصورات وكل فكر الإنسان إنما هو شرير من أجل هذا في البداية أخذ الله المبادرة لخلاص الإنسان أخذ هذه المبادرة طبعا من أجل اسمه ومن أجل محبته للجنس البشري وذلك عن طريق الذبيحة الدموية فالله ألبس آدم وحوى أقمس من جل تقدم هذه الدبائح الدموية بالإيمان لنوال الغفران وللستر وتغطية الخطية ولتجهز الإنسان بالإيمان يوما ما لما سيحدث ليسوع المسيح بموته الكفاري البديلي على الصليب من أجل الجنس البشري ويسمي هذا الدم دم كريم دم ثمين مش بس ليكفر ولكن ليزيل تأثير الخطية وليزيل الغضب الإلهي لأنه غضب الله معلن على خطية الإنسان من البداية مكتوب عن الله أنه رفض ذبيحة قائن وقبل ذبيحة هابيل وطبعا لأنه حياة النفس هي في الدم فالدم هو اللي بيعطي الأكسجين لكل الجسم وينفس الله في الإنسان فإذن الحياة في الدم لقد جاء المسيح بعدما عجز النموس عن خلاص الإنسان جاء المسيح بعدما عجز الأنبياء لتخليص الإنسان وعجز الناس بكل المحاولات عن طريق الذبائح عن طريق البر الذاتي عن طريق الصدقات والحسنات والصوم عن طريق الأعمال ولكن كم من الأعمال تستطيع أن ترضي الإله القدوس لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت وليست أعمال صالحة أجرة الخطية هي موت وأما هبت الله فهي حياء أبدية في المسيح يسوع ربنا فإذن بموت المسيح صار لنا الدخول وصار لنا القبول وصار لنا الفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا ونلنا الحياء الأبدية أصبح لنا الثقة أن نتقدم إلى عرش النعمة أصبح لنا الثقة أن نتقرب إلى يسوع المسيح والسؤال أحبائي كيف نقترب إلى المسيح؟ أولا أحبائي نقترب إلى يسوع المسيح عن طريق قبول المسيح عن طريق تسليم الحياة والكيان إلى يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وأيضا مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذن عن طريق قبولنا ليسوع المسيح وذلك عن طريق الولادة من فوق الولادة الثانية الولادة الروحية الولادة من الروح القدس أو الولادة بعمل الروح القدس الولادة الروحية عندها نصبح خليقة جديدة كما يقول كتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ونصبح أولاد وبنات للرب مكتوب في يحنى الإصحاح الأول والآية 12 والآية 13 مكتوب وَأَمَّا كُلَّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ أَعْتَاهُمْ أَعْتَاهُمْ سُلْطَانًا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه ويواصل في الآية يقول الذين ولدوا من الله الولادة الروحية الولادة من فوق ثم يقول الكتاب المقدس فَكَمَا قَبِلْتُمْ الْمَسِيْحِ يَسُوعِ الْرَبُ أُسْلُكُ فِيهَا نحن نقبل المسيح ونسلك كما سلك ذاك رسالة يحنى الأول أصحاح الثنين والآية 6 وهنا هذه الآية أحبائي في كولوسي أصحاح الثنين والآية 6 ولاحظ يقول الكتاب نقترب إلى الرب مكتوب اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين فإذا نقترب إلى الله أولا عن طريق الخضوع لله ثانية عن طريق مقاومة إبليس قاوم إبليس فيهرب منكم ثالثا عن طريق الاقتراب إلى الله ثم عن طريق تطهير قلوبنا أن ننقي أيدينا وأن ننقي قلوبنا أي أن نعيش بالطهارة الكاملة فالسؤال مرة تاني كيف نقترب؟ واسمحوا لي أن أتكلم عن بعض النقاط كما قلت أن الله اقترب للإنسان عن طريقة ذبيحة المسيح عن طريق الأضحية لأنه لا يمكن يعني ذبائح من عجول وتيوس وخرفان أن تكفر عن الإنسان فالذبيحة في العهد القديم كانت تقدم أي أن الذي يقدم الذبيحة يضع يد على رأس الذبيحة وينظر بالإيمان مستقبلا إلى ذبيحة المسيح وكأن الخطية انتقلت إلى الذبيحة ومن خلال الدم المسفوك يتطهر الذي يرش فيتطهر من الخطية وهذه خطوة إيمان مستقبلا لما سيفعله يسوع المسيح وبما أن المسيح طهر خطيانا وقدم نفسه ذبيحة وقربانا مات موتا بدليا عن الإنسان ومات كفارة سترا وغطاء ليوفي المطالب والعدالة الإلهية ولكي يكفر عن خطية الإنسان وعن كل خطايا البشرية بالإيمان نستطيع أن نتقدم إلى يسوع البسيح بما فعله هو من أجلنا وعندما نقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا على حياتنا فإذا نستطيع أن نقترب إلى الله فاسمحوا لي أن أسرد بعد النقاط السريعة أولا كيف نقترب نقترب إلى الله عن طريق التوبة التوبة تعني تغيير الفكر والرجوع إلى الله هذا الرجوع أي تغيير الفكر واتجاه الحياة ومسلك الحياة التوبة والاعتراف بخطيانا يوميا لأنه مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يطهرنا من كل خطية فهو يعني نقترب إلى الرب عن طريق الاعتراف والتوبة إلى يسوع المسيح مكتوب ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره لهذا قال يعقوب نقوا أيديكم أي اغتسل من الخطية ثم شيء تاني نقترب إلى الله عن طريق القداسة والطهارة أيضا مكتوب اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب لا تستطيع أن تدنه لا تستطيع أن تقترب لا تستطيع أن ترى الرب عبرانيين 12 والآية 14 في مزمور في العهد القديم مزمور 24 سأل المرنم من يصعد إلى جبل الرب جبل الرب يعني مكان الهيكل مكان العبادي مكان حضور الله من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه يكمل قائلا الطاهر اليدين والنقي القلب مزمور 24 آية 3 وآية 4 لهذا قال يسوع المسيح طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يستطيع أن يروا الله طبعا بالإيمان شيء ثالث كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق دم المسيح نقترب إلى الله عن طريقة كفاية ذبيحة دم يسوع المسيح من أجل كل البشرية مكتوب فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع عبرانيين 19 آسف إصحاح 10 والآية 19 مكتوب أيضا في أفيسوس 2-13 ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح نقترب عن طريق دم المسيح عن طريق الذبيحة شيء رابع كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق الإيمان الإيمان مكتوب ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود exist موجود وأنه يكافئ وأنه يجازي الذين يطلبونه عبرانيين إصحاح 11 والآية 6 ثم يقول في الرسالة إلى العبرانيين فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا ونجد نعمة آسف عونا في حينه أحبائي إن التقرب إلى يسوع المسيح ينبغي أن يكون عن طريق الإيمان بدون إيمان استحالي مستحيل أنك تتقرب أو ترضي الله مكتوب لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء النقي عبرانيين عشرة وآية 22 لاحظ نتقدم بإيمان وبقلب طاهر وصادق أيضا وضمير مغتسل طاهر خالي من العيوب خالي من الإحساس بالذنب لأن المسيح طهر خطيانا وغسلنا بالكامل شيء خامس كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله أو نتقدم إلى يسوع المسيح الشفيع الحي مكتوب فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون أو يقتربون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم عبرانيين سبعة آية 25 سمحولي أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح 2 يحنى الأولى إصحاح 2 من الآية الأولى يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا كل العالم أيضا تعرفوا الشيء المحزن في العهد القديم واقتبسها الرب يسوع في العهد القديم في إشعياء النبي إشعياء صحاح 29 والآية 13 مكتوب لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني يا للخصارة عم بحاول يكرم الله بس مجرد كلمات روتينية بيرددها على لسانه ولكن قلبه فاسد وبعيد كل البعد عن الرب ثم كيف أقترب إلى الله أقترب أحبائي بتقدم بطواضع أتقدم بطواضع بروح منكسرة لأنه مكتوب يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة اسمع ما يقول النبي إشعياء في العهد القديم إصحاح 57 والآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيي قلب المنصحقين واحد من أهم الأسئلة التي سألها النبي ميخا في إصحاح 6 بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي خلوني أقرأ هذه الآيات لأنه أحب أقرأ كل السياق الحديث مكتوب في آية 6 إصحاح 6 من نبوة ميخا بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة هل يصر الرب بألوف الكباش برابوات أنهار زيت هل أعطي تصور حتى بيوصى الوضع هل أعطي بكري عن معصيتي ثمرة جسدي عن خطية نفسي اسمع ما يطلب الرب قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك أتقدم بتواضع وبروح منكسرة هذه الكلمات أحبائي قيلت طبعا يعني لشعب إسرائيل وكأنه الله بيتكلم هون كقاقادي ويعني اللي بيقدم دعوة على إسرائيل أو ضد إسرائيل بسبب أنه عم بيجوا لرب بذبائح ولكن بدون إيمان عم بيعطوا الزيت ولكن يعني مجرد من الخارج وعم يتكلم عن عبادة عن ديانة وأشكال مظاهر التدين الخارج فصدمهم يقول بما أتقدم هل بآلاف المحرقات فطبعا الجواب طبعا الله قدوس ويرى القلب أحبائي اسمع ما يقول النبي هوشع أيضا وقالها لشعب إسرائيل الغير تائب بدت تنبه للكلمات قال إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات من اللي بيتكلم هون الله أريد رحمة لا ذبيحة معرفة الله أكثر من محرقات قال قال يسوع اسمع نفس صدى الصور فاذهبوا وتعلموا من الآية اللي ذكرتها فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة ملاحظ الكلام من اللي بيتكلم الله في العهد القديم يسوع بيتكلم هنا كالله وعادة بيسألونا وين المسيح قال أنا الله هاي آية اللي بتبرهن أن يسوع الله بيتكلم يقول تعلم أريد أريد ذبيحة أو أريد رحمة لا ذبيحة يتكلم كالله لأني بكمل لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاطا إلى التوبة نجي المتة إصحاح تسعة والآية اتناعش والآية تلات تعرفوا واحدة من الآيات الجميلة اللي قالها آساف المرنم آساف في مزمور تلاتة وسبعين قال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي وقال هذه العبارة عن اختبار من بعد ما اتمرمر حياته وتزمر على الله أخيرا دخل إلى مقادس الله مكان حضور الله وبعدين وضع كل اختبار حياته في جملة وحدي قالها أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي يعني أفضل أن أقترب إلى الله أحبائي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة 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 الثانية السؤال كيف أقترب إلى الله الله اقترب إلينا من خلال يسوع المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا عظيم وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر بالجسد يعني اقترب إلى الإنسان اتصار إنسانا كاملا بلا خطية لكي يفضي الإنسان ويكفر عن خطية الإنسان ولأنه إنسان كامل فاستطاع أن يكفر عن خطية الإنسان لأنه حمل الله بلا عيب كما قال عنه رسول بطرس افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه يا للعظمة شكرا يا رب شكرا يا رب احنا منعترف بهذا الجميل ومنشكرك انك انت اللي اخدت جسد انسان وتواضعت ومت على الصليب حتى تخلص الانسان ما اعظمك ما امجدك ما اكرمك يا رب لهذا السبب احبائي احنا منتكلم عن حضور الله فلا تستهتر بحضور الله يعني بكلمات اخرى لا تقترب الى الله باستهتار او بسخافة او بكلام يعني هجومة على الله تعرفوا في العهد القديم الشيء العجيب والغريب انه هارون اخه موسى كان يعتبر واحد من اقدس الشخصيات يكفي ان نقول هو رئيس الكهنة تخيل معي اولاده اولاد هارون رئيس الكهنة دخلوا باستهتار الى حضور الرب الى مكان الرب اقتربوا مثل نداب اولاد هارون نداب وابيه مكتوب اماتهما يعني الرب ضربهم بالنار اكلتهم النار اماتهما الرب لانهما قربا نار غريبة امام الرب هذه القصة موجودة في لويين اصحاح عشر من الاية الاولى حتى اية سبعة شيء تاني لا تقترب الى الرب وتوجد خطية غير معترف فيها مزمور ستة ستين اية تمنطعش ان راعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب ثم لا تقترب الى الله بمجرد فمك ومظاهر واشكال مظاهر التدين الخارجي فالله يرى القلب ويرى النية ويرى الدوافع فاذا لا تأتي الرب بمظاهر واشكال التدين بل تعال الى الرب من كل قلبك تقدم بمخافه ورهبه واحترام تقدم بتواضع وإيمان تقدم على حساب ما فعله يسوع المسيح مكتوب لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح انظر بالإيمان الى وجه يسوع المسيح مكتوب في يحن 3.36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فإذا أحبائي مكتوب حتى وانت جاي للرب وبتقدم حتى قربان مكتوب اترك قربانك قدام المذبح اذهب أولا واصطلح مع أخيك وحينئذ تعال اقدم قربانك فإذا هذا مهم جدا أحبائي لأنه لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب ولكن المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا خليني أخد مكالمة معنى مكالمة من يستينا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا أختي يستينا ربنا يباركك أهلا بس عل صوتك شوي ويباركك ويباركك أيضا شكرا موضوع اليوم حلو شيق رب يحميكم يباركك الطريق الوحيد للصلح مع الله فداء المسيح ودمه الذي يكفر عن خطايانا أمين أفاسوس سبعة واحد الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نأمته المجد المجد لإسمه أمين أفاسوس واحد سبعة نعم يكون من رائع النوع لانتقاطنا في فداء المسيح ودمه المسفوق لأجل على الصليب لأنه الطريق للصلح مع الله الطريق الوحيد دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يحنى الأولى سبعة واحد واحد سبعة نعم الإيمان بالمسيح فاديا يدخل إلى الحياة وهو يغيرنا من الداخل كما يقول في كورنيتوس الثانية خمسة ثمنتاش العفو خمسة ثبتاش خليقة جديدة نعم نعم إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو دل كله قد صاع جديدا يعني رب يسوع المسيح يجددنا من الداخل كما تقول التانيمة اصنعني أيها الفخار العظيم اصنعني لأصير حسب مشيئتك يا رب يسوع استخدمنا لنصير حسب مشيئتك لا حسب مشيئتنا نحن لأنه مشيئتنا دائما ضرب الإنسان خاطئ آمين 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 يا أخت يستينا شكرا كتير كتير صوت من شمال أفريقيا ربنا يباركك وفعلا ربنا يستخدمك ويحميك كمان ربنا يكون معك خليني أرجع أكرر هذا السؤال مرة أخرى كيف أقترب إلى الله وهي الجزء من الحلقة بديكون يعني أقترب بشكل إحنا متكلم حاليا بشكل عملي أولا أستطيع أن أقترب إلى الله عن طريق الصلاة الصلاة اليومية فالصلاة أن تدخل إلى المخدع وتصلي وتكون في علاقة مع الآب وهذه الصلاة بالروح القدس مش مهم المكان أو الزمان المهم أن الله روح والذين يزجدون له فبالروح والحظ ينبغي أن يزجد له طبعا كل يوم لازم نصلي مكتوب صلوا بلا انقطاع ما فيش بالمسيحية صلاة فرائض أحيانا الكنيس بتنظم توقيت للصلاة وأنواع الصلاة ولكن بالمسيحية مكتوب يعني صلوا بلا انقطاع صلوا ولا يمل صلوا كل حين ولا يمل مواظبين على الصلاة وهكذا بتتكلم عن حياة الصلاة بشكل يومي نبتدي نصلي انه نشكر الله على يوم جديد نشكر الله على أمور كثيرة في حياتنا صلوات شكر صلوات تشفع ثم صلوات طلبات شيء تاني اقترب الى الله عن طريق الكلمة كلما قرأت بالكلمة كلما عرفت صاحب هذا الكلام اتشبه به اعرفه اكتر فقراءة الكتاب المقدس هي الغذاء الروحي اليومي كما انه الجسد يتغذى على الطعام الجسدي يوميا فالروح تتغذى على الطعام الروحي يوميا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فاذا انا اقرأ الكلمة يوميا اتأمل بها ادرسها اتعمق بها احفظها اتمسك فيها استخدمها الاصغاء للكلمة الكلمة النبوية اللي الرسول بطرس مش بس اتكلم عن اختبار عظيم حدث على جبل المقدس جبل التجلي ولكن نعتمد على الكلمة النبوية وهي اثبت تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها الكلمة النبوية الكلمة النبوية فيها مواعيد فنثق بمواعيد الرب شيء ثالث كيف اقترب الى الله ينبغي ان اقطع كل علاقة بالماضي كل شيء لا يمجد الله فالماضي احبه كتير مرات بحاول يجرنا للورا وبحاول يمسكنا ويشعرنا بالزنوب والخطايا ولكن اعمل قطع للماضي واسلك في القداسة العملية بشكل يومي لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة هذه هي ارادة الله قداستكم تسالونيكي الاولى اصحاح اربعة اية ثلاثة واية سبعة ثم شيء مهم جدا انضم الى مجموعة مؤمنين في كنيسة محلية بانتظام يعني جرب تروح على الكنيسة بانتظام في عبرانيين اصحاح عشرة مكتوب ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريد على المحبة والاعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب في الكنيسة احنا بنبني احدنا الاخر فيها الشركة المسيحية في الكنيسة نبنى روحيا ونسبح ونعبد الله احبائي وفي الكنيسة نحن نقترب الى مائدة الرب العشاء الرباني لان الكتاب يقول وكلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيه فاجتماعنا مع بعض هو نبر ونعز بعضنا بعض ان الرب قريب الرب جاي عن قريب شيء خامس تشجيع خامس بالاقتراب الى الرب مكتوب ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الان وإلى الى يوم الدهر آمين بطرس الثاني صحة ثلاثة والآية 18 محتاجين النمو الروح بالنعمة والمعرفة يوميا اتقرب من الرب يسوع حتى اقترب منه احس بنفسه دقات قلبه واتشبه بشخصه المبارك شيء اخر تعلم حياة الثقة بيسوع اعتمد على الرب يوميا لا تعتمد على ما يقول الناس لا تعتمد على الظروف ولا تعتمد حتى على خدام خدام الرب اعتمد على الرب ثق في مواعيد الرب شيء سابع امتلئ من الروح القدس يوميا مكتوب ولا تسكر بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا يعني استمر في هذا الملء بشكل يومي امتلئوا بالروح عندما نمتلئ من الروح نستطيع ان نستخدم سيف الروح الذي هو كلمة الله نصلي بالروح نتكلم بالروح نقادئ بالروح بيصير عنا التمييز الروحي والمعرف الروحي والحس الروحي والمواهب الروحي وثمر الروح القدس في حياتنا شيء اخر اقترب عن طريق العباد والتسبيح نحن نجتمع لكي نعبد ونسبح الرب يوميا شيء اخر تستطيع ان تقترب الى الله عندما تعلن مكتوب بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض اظهر هذه المحبة للعالم ولكل من حولك عيش هذه المحبة هذه المحبة هي التي تلمس هي التي تشفي وهي التي تخلص وهذه المحبة هي لغة يستطيع كل البشر ان يفهمها شيء اخر احبائي اعمل انشغل في الرب اشهد يوميا اخدم كن بركة كون انجيل خامس يعني خلي الناس تشوف انجيل مسموع مقروء مشاهد من خلال حياتك كنت ابقوا معي حتى اختم الحلقة بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة موسيقى 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 اهلا احبائنا مشاهدين كيف اقترب الى الله مكتوب اقتربوا الي فاقترب اليكم اقتربوا الى الله فايل وعد فيقترب اليكم عندما تقترب الى الله يقودك الى كل الحق ومش بس يقودك يقويك يسدد احتياجاتك ومش بس عندما تقترب الى الله يريك امور اتية عندما تقترب الى الله تستطيع ان تفهم امور كثيرة لانك اقرب الى الله ولكن اذا كنا كما قيل في العهد القديم ابعد عنا قالوا الالله ابعد عنا لاننا بمعرفة طرقك لا نصر فالله يتركنا لانه في حرية الله لا يرغمنا ولا يجبرنا ولكن يدعوك للاقتراب قال قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة بس نصيحة الله يقول اختر الحياة لكي تحيى انت ونسلك من بعدك اقترب الى الله حتى يقترب اليكم مكتوب احبائي في ارمية 29 فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم وتطلبونني فتجدونني اذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم يقول الرب احبائي الله لا يرفض اي انسان يقترب اليه باطضاع وبانكسار ومكتوب ايضا الله لا يحتقر مرذلة المسكين على فكرة الاقتراب هو علاقة المحبة الحميمية بالله فمثلا في العهد القديم الاقتراب الى محضر الله يعني هذا مرتبط كان بالكهنة واللويين اللي بيخدموا في خيمة الرب او في هيكل الله ثم يقول الكتاب في لويين صح عشرة في القريبين مني اتقدس وامام جميع الشعب اتمجد فاذا في العهد القديم هذا الارتباط كان ارتباط مع خدام الرب الكهنة واللويين اللي كانوا بيكهنوا اللي كانوا بيخدموا فالكهنة كانوا جماعة منفصلين يعني مقدسين مخصصين لخدمة الرب ممسوحين لهذه الخدمة بالدم وبالزيت حتى يستطيعوا ان يقوموا بهذه الخدمة وهذه الخدمة مميزة والشيء الجميل في العهد الجديد يقول عن الكتاب اصبحنا مملكة كهنة والرسول بطرس يقول يعني اما انتم فجنس مختار كهنوت ملكي ام مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم الى نوره العجيب ولاحظ هاي الدعوة دعوة مقدسة بالنعمة مش بالاعمال وهاي الدعوة التي دعيتم اليها هي مخصصة لكل واحد بيقترب الى الرب تعبير عن المحبة تعبير عن الانتماء وتعبير عن الولاء والطاعة الكاملة للرب في القريبين مني اتقدس يقول الرب ثم احبائي الكتاب المقدس يقول الرب قريب الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق مزمور مية وخمس واربعين والآية طمانطعش قال الرسول بولوس افرحوا في الرب بكل حين واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفو كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع حباء الاقتراب هو عندما نقترب هو الاحساس بعدم الاستحقاق تعرفوا زي الفريس والعشار الفريس فات يصلي كان متكبر وقال اللهم اشكرك اني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار العشار مكتوب لم يشأ ان يرفع عينيه الى فوق بل قرع على صدره علامات التوبة وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ هذا الاحساس بعدم الاستحقاق او عندما ادرك الابن الضال ان ما فعله ضد ابيه كانت جريمة شنيعة بشعة ولكن قال اخيرا خليني القي نفسي على النعم على الرحم عند الاب عند ابي اقوم واذهب الى ابي واخقول يا ابي اخطأت الى السماء وقدامك لست مستحق ان ادعى لك ابنا اجعلني اجعلني بس دخيلك يعني طعميني وكلني وشربني اجعلني كاحد اجراك ولكن الاب قبله وقبله واستقبله ورجع الى البنوة عندما نقترب احباء الله لا يحتقرنا الله لا يترك اي انسان بيتقدم من كل قلب صادق وطاهر فهو لا يحتقر الانسان ذبائح الله يروح منكسرا ولكن عندما نأتي الى الله باحساس عدم الاستحقاق عندها يهبنا الله الكرامة والقيمة والرفع احبائي فاذا ان قيمتي هي في الرب وكرامتي هي في الرب والرب هو الذي يرفع واذا في اي انسان واذا في اي بشر تحاول ان ترفع نفسها الى الله لا تستطيع ان تصل فاذا تأتي الى الله من قلب طاهر اخد مكالمي اخيري من جون من فلسطين اهلا وسهلا اخ جون سلام 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 نعم نعم ابونا اهلا وسهلا سلام نعم نعم رب يسوع معك اهلا وسهلا انا سعيد كتير بالمشاركة و رب يباركك على الخدمات حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك ابونا فضل انا حاب بس المداخلة تكون انه يعني الرب اصلا يعني دعا انا لتوبة من ارساله للرب يسوع المسيح و قدم نفسه على الصليب فهي اكبر دعوة يعني من الرب للتوبة و انا بطبيعة الحال شخص عابر الرب يسوع المسيح هو اللي فعليا يعني حل علي في احد المواقع من خلالها انا امنت يعني ف علاقتي مع يعني مع التوبة هي دائما يعني شبه ابدية اه دائما انت معرض انك تتوب وتكون في وقام مع الرب و وفي حضرته يعني امينح جون يعني فعلا مثل ما اذا انت شاهدت الحلقة في البداية انا ذكرت انه لازم نيجي للرب عن طريق التوبة والاعتراف هذه التوبة مقرونة بالايمان الايمان بالرب يسوع المسيح والتوبة هي تغيير الفكر 180 درجة انا ارجع الى الرب الرب يباركك يا اخ جون وانا بتمنى اذا ممكن تتواصل معنا الاسبوع القادم فعلا بحب اسمع منك واعرف كيف اقتربت وكيف اختبرت الرب ولانه الوقت يعني ازف ويعني امامنا يمكن اعتقد دقيقتين بس بحب اعطيك فرصة في الاسبوع القادم انك تتواصل معنا فخليني اقول في الختام احبائي ان الله هو عاوز يعطينا مما عنده لانه عندما تقترب وتتعرف اكتر على الرب كل ما اقتربت كل ما عرفت الرب اكتر كل ما ادركت كل ما افهمت اكتر كل ما اتشبهت بيسوع المسيح ودايما عادة الانسان يتشبه بالقائد هل القائد مثال الي طبعا كلنا جميعنا متفقون لا توجد شخصية في كل التاريخ اعظم من المسيح وطبعا تستطيع ان تقرأ العهد الجديد وتكتشف فالمسيح هو الكامل الوحيد اللي ما فيه اي خطي بشهادة الاعداء قبل الاصدقاء فبمن اتشبه بالشخصية اللي عاش حياة التسامح حياة الكمال حياة بدون خطية لم يقتل لم يزني لم يتزوج طاهر كامل هذا هو يسوع المسيح اللي من نادي فيه ولكن برضو انت جاي امام الرب مكتوب اتضعوا قدام الرب فيرفعكم لا تستطيع ان تأتي بكبرياء ولا برياء ولا بأعمال صالحة ولا في بر ذاتي لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس بالنعمة انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها نعم ان التقرب بيسوع او الى يسوع يجعلك ان تعمل اعمال يسوع اعمال الخير والرحمة واعمال البر والقداسة والايمان اعمال الصلاح اعمال التي تثمر وتزهر في حياتنا تعرفوا انه المسيح انك تقترب هو بكل بساطة تقول له يا رب انا عاوز التوب انا عاوز ارجع لك سامحني على كل خطية انا بدعوك اليوم حتى تكون مخلصي ورب على حياتي ارحمني يا رب واقبلك كمخلص اذا صليت هذه الكلمات بحب اعرف منك لانه من حب نساعدك روحيا حتى تنمو تتعرف اكثر على يسوع المسيح اقترب ليسوع فيقترب اليك ربي باركك اشتركوا في القناة